اشتركوا في القناة شكرا لأبو ضيدان والتعليق عندك دكتور شوفوا يا أبي أحياء كهير من الناس ينتظرون الفقرة ذي حسب ما وجدتني رسائل في الواتساب وفي السناب بلا شك هناك أكثر من خمسين مقولة وبيت شعر في الشعر العربي على الاستشارة لكن أحيانا في الثقافة العربية تجد الأشياء عامة يقول لك استشير لكن لم يقول لك من استشير أنا ممكن أبدأ في آية كريمة إن خير من استعجرت وليس استشارت استعجرت القوية من وهي الاستشارة القوية الأمين خلينا ننطلق من القوة والأمانة القوة هي في التخصص وفي المعرفة وفي الإدراك الأمانة هي في سلامة الصدر عشان تعرف الحين العشر اللي حذر منها العلماء إذن هذا أهم شرط أن يكون إنسان متخصص ومتمكن وقوي في معرفته بالحياة الشيء الثاني في سلامة صدر لأنه قد يكون الأولى فيه والثاني لا طيب عشرة عشرة أصناف حذر منها العلماء بشكل سريع هي أول شيء يقول لك أولا لا تستشر المنافس لك في مجال عملك لأنه يضرك يعني أنت مثلا مذيع وتشاور مذيع هو قطعا يكون لذلك العرب تقول عدو المرء من يعمل عمله سواق التاكسي المعادله سواق التاكسي الفنان معادله الفنان هذا واحد اثنين يقول لك المتضرر من قرارك بمعنى إيش المتضرر من قرارك؟ المتضرر من قرارك أنه أنت تقول له أبغى أسافر للدراسة وهو صديق وملتحم فيك يقول لك لا لا تسافر هو ما شار عليك لا تسافر لأنه يحبك هو خايف من ألم الفقد وهذه دائما تلقاها عند الأمهات تقول له يا أبا يمتي جتني بعثة تقول له لا يا أوليدة يقعد ذا هي عارفة أنه الدراسة حصل له لكن متضررة من قراره ثلاثة طال عمرك من مصلحته تتعارض مع مصلحتك؟ أنا أقول لك لو واحد جاء قال العرفة يوم الاربعة هو عنده مبارا يوم الاربعة حلو؟ هو الآن متضرر من قرار الحلقة دي فيبغى الحلقة ما تكون الاربعة للمباراة الهلال يوم الاربعة واضحة الصورة أربعة الحاسد الحاسد بشكل عام لأنه يتمنى خمسة الكسول لأنه يحب إبقاء الأمور كما يعني ما يبغى يغير أبدا في الكسول هو مولا أنه ذرك ولا ما هو صادق معك بس هو للطبيعة يحبها سادسا المندفع المتشنج أضربه أجلده هذا إنسان سابعا من يعطيك الجواب بسرعة دون أن يفهم إيش رأيك بروح مصر لا 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 تروح ما تنفع الحين أنت عارف ليش بروح يمكن بروح أدريس ممكن بروح مثلا أشتري بيت ممكن بستفيد ثامنا المتردد لأنه يزيدك حيرة يقول لك يا أخي والله ما دل وش أقول لك حيرةك بدل ما كانت واحد صارت مضربة في اثنين تاسعا وعاشرا أنا اللي تحفظ عليها لكن العلماء ذكروها ومبابا قولها تاسعا يقول لك لا تستشر الشخص في كل الأمور أبو يحي يستشير في اللغة وكذا لكن ما يستشير في الأسهم أنا في نظر أنه في بعض الناس ما شاء الله حتى لو ما يأتيك الأسهم يعطيك البعد يقول لك أن الأسهم تخوف بعد عنها عنده وعي في الحياة هذا التاسع العاشر لا تستشر شخص مرة بنفس التجربة ويحمل تجارب سيئة بالصطحة واحد تزوج وخش الزواجه لا تستشير في الزواج طبعا هذه اللي يتحفظ عليها ليه بشرط واحد إذا كان هذا الشخص تخلص من تجربته الخاصة وتكلم بوعي عام مثلا أنا رحت لدولة أوروبية وانسرقت فيها تسألني عنها وقول لك سيئة وكذا لأنني سرقت بينما الحق أني أقول لك هي تجربتي معها سيئة لكن البلاد الحقيقة جميلة طيب خلينا عشان نختم الموضوع لا تستشيره في شاعر اسمه علي القحطاني المسي عليه بالخير يقول أنا كنت في كل الأمور استشيرك أنا كنت في كل الأمور استشيرك تلقى الأوامر منك واعتز فيها ومن وين ما تمشي مصيري مصيرك رح أقابلك في أي ديرة تجيها الأيام دواء رح أديرك نذيرك ما فات منها مات لا ترتجيه طيب أيضا عاشرا قلت لك أن هذا موضوع بس أنا أستغرب يا دكتور اعتراضك على تاسعا مع أنه واضح جدا فعليا يعني ما في شخص تقدر تستشيره في كل شيء أو في كل لا يعني قصدي أنه هذا اعتراض الأسمر يا الله هو اللي اعترض لما حطيت بعضها بمقالة قال لي لا استشيره أنا أقول لك استشيره بس لا تسمع منه دائما ترى في فرق بين الاستشارة وبين أنك تسمع أرى الآخرين عموما عشان نختم الموضوع يا طويل العمر آداب الاستشارة شرطين مهمة وأنا أعاني منها لذلك أنا بطلت استشارات أولها أن تعطيها الصورة كاملة بعض الناس يجي يقول لك إيش رايك بس تشيرك أبو يحيى غلط علي ومدري إيش سوى أبو يحيى يقول لك يا أخي أمس ما سلم علي طيب أبو يحيى هذا ما سلم علي إنت إيش سويت له قبل قال أنا قبل كم يوم قفلت السماعة بوجه شوف ما عطاني الصورة الأول عطانينا هاي دائما عند البنات تعطيك الحلقة الأخيرة بس ما تقولي إيش سوى أنا كمستشار لازم تعطيني الصورة كاملة إنت إيش سويته وإيش سوى ذلك عمر منخطاب يقول إذا جاءك رجل وعينه مفقوعة فانتظر لعل الآخر عيناه الثنتان مفقوعة الثان صح؟ نجي لهذا الشرط الأول لكن ليش تقول أنها عند البنات دائما يعني يعني يبدو أنها عادة مشتركة عند كل البشر لا 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 هي عند البنات أكثر أنها تعطيك الجزء الأول تقول لك فلانا شايفة نفسها علي طيب وإنت تقول والله هي كلمتني مرتين ما رديت عليها طيب أنت كلمتك مرتين ما رديت عليها وما قلتيها لي فأنا أقول لك بشكل عام يعني الجزء هذه بسيطة أنا أختلف معك في النقطة هذه لا لا أنا أقول لك أوكي كلها الأثنين الرجال والنساء حلو بس أنا أقول لك في النساء أكثر أنها تعطيك النوع المؤلمها أكثر وتنسى العلم الثاني من أدام الاستشارة أي ولا تحملوا النتائج وهذه دائما يعاني منها مثلا يقول لي والله واحدة بروح الرياض أقول له ممتاز واسكنه مدريه قال لي آخي أنت اللي وصيتني بالرياض ما أنا للاقي شقة طيب أنا الحين أنت اتخذت القرار أنت سعلتني هذه من أهم الأشياء واسم علومة يا بو يحي ترى في دول في الغرب سقطت مو لأن ما عندهم مستشارين بل لأن عندهم مستشارين رديئين أنت دائما دائما الاستشارة هي مرآتك فلتنظر إلى المرآة بدقة والتختار المرآة التي ليست مثل المرايا المحدبة والله وفقا للي ذكرته يعني أصبح أمر الاستشارة صعب يعني صعب في تحديد الشخص اللي ممكن يعني يخلو من هذه العشرة حتى تستطيع أنك تستشيره يعني خاصة أن بعضها قد لا يكون واضح والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن أنا مستشار الأكثر من شركة ومتعبة إذا أنت بتخلص فيها لا تحسب أنك تحك راسك لا يعطونك استشارة وشف أصعب شي لما تكون الأمور متوازنة مثلا بنت جهها عريس وجتها بعثة ياشينها لصرت ما بين ثنتين مستقبلك ولا حبيب تحبه هذا أصعب أنواع الاستشارة لما تتوازل كفتان جميل طرف يقول وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصهي